اهلا بكم مشاهدين واخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد وهيكون كلامنا عن قطاع من قطاعاتنا في مشاكل عندنا مشاكل كتير في القطاعات كتير لكن نهاردة نتكلم تحديدا عن قوة المهن الموسيقية والخلافات على مقعد النقيب واللي حصله ما بين ايمان البحر دارويش والنقيب الحالي او السبق انا ما بقيتش عارف مصطفى كامل لكن الموضوع فيه كلام كتير جدا وفيه تداعيات وتطورات خصوصا انه مجلس ادارة النقابة الجمعية العمومية سحبت التقى من ايمان البحر دارويش خلونا نتكلم بالتفصيل مع من يعرف عني في الموضوع اللي مشرفنا استاذ طرق مرتدى الصحفي والمستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين سبعا خير فاند سبعا خير فاند في البداية عايزين نعرف تداعيات القرار لاتخاذته الجمعية العمومية للنقابة ضد ايمان البحر دارويش كنقيب للموسيقيين وسحب التقى منه هو بداية القرار بتاع سحب التقى كان قبل عام ونص كان من مجلس ادارة فايمان لما عمل قضايا والليجئ للقضاء وبنى دفوع كلها على ان هو جاي بانتخابات جمعية العمومية فلا يحق للمجلس الادارة ولكن يحق لجمعية العمومية سحب التقى منه وبنى دفوع على كده احنا قلنا هنا في النفس المنبر ان احنا ملتزمين بأحكام القضاء ونحنا ننفذ أحكام القضاء اما جاي ايمان حصل لحكم قضائي بهذا الشأن بان الجمعية العمومية هي من لها الحق في سحب الثقة منه فطب خلاص احنا كمجلس دارة عمالنا يدعينا الجمعية العمومية عشان يقولوا هل باقي ايمان او هل ايمان يصحب منه الثقة جمعية العمومية اكتملت والنصاب القانون اكتمل العكس ما هو انا مش عارف هو بيقول ليه يعني بيعكس كلام ليه الجمعية العمومية والكلام ده قانون مش رؤية ليك ولا رؤية ليه ده انت بتتكلم معنا لا لا يحاول عن قوة معين ان نسبة كذا يبقى عايز عشرة في المئة من كذا العشرة في المئة بقى عددهم كذا حضر يبقى جمعية العمومية سليمة فيما زاد عندها ده زيادة مش نقصان لكن ما جيش تقول لي ان انا جيت باكس صوت مثلا بألف صوت واللي سحب من الثقة صعومية صوت ده مانوش عالقة خالش في قواعد بتحكم في قواعد ليه نصاب القانون الجمعية العمومية هل اكتمل اكتمل يا رب اكتمل بواحد وصح هو منك الثقة وانت جايب قدل عدد عشر مرات ده مش قصة ده موضوع تاني خالص ملوش علاقة انه ده كمان جير مرتبط بالحكم القضائي بقى بعودته يعني ما ما فيش حكم بالعودة هو حكم بطلان انتخابات اللي الاستاذ مصفى كامل طيب ايه هو الوضع القائم دلوقتي داخل نقابة الموسيقيين من هو النقيب ايمان كده خلاص ايمان ما تكلمنيش يعني ده ماضي ما ترجعناش ده ايمان انتهى الموضوع الاستاذ ايمان ما بقاش لي علاقة لا من قريب ولا من بعيد من نقابة الموسيقية مضاف ان ايه انه متاخد ضده القرار بانه اتحول لجدوى المنتسبين لانه يحمل عضويتين عاملتين لنقابتين مهنيتين نقابة الموسيقين ونقابة المهندسين فده يحق المجلس القدار ان ياخد القرار بهذا الشأن خذ القرار بتحوله جدوى المنتسبين ولم يطعن في المدة اللي قال لها القانون لي ستين يوم اصبح القرار محصن بقوة القانون تمام طيب لماذا تمت دعوة الفناني الكبار محمد مونير ومتحد صالح وحلمي بكر لتدخل في اوضاع النقاب هو مش تدخل بالمفهوم المعروف هو الاستاذ مصطفى كامل واحنا عاديين عايز يبين ان الموضوع كله شفافية عايز يدول يوم حق دول رموز ودول نهوم المهنة طبعا طبعا وعايز يبين للجميع العمية والرأي العام ان الموضوع ما كانش اصراع على منصب نقيب ولا كان حاجة اول اول لما الجميع العمية صحبت من ايمان الثقة مصطفى قدم استقالة انا مكنش بصرع على منصب نقيب انا كنت بصرع فساد معانو انتهيت وقلنا الكلام ده هنا قبل كده قال انا هجيب حكماء المهنة وهجيب رموز المهنة يعود يطلعوا على كل شيء وكل الاشياء اللي جوا النقابة وهما اللي يقولوا واعلنت انا كمان بناءنا على التعليمات المجلس ان مجلس الادارة ملتزم بكل القرارات والتوصيات اللي هتصدر وهتخرم عن اجتماع النجوم الموسيقى والغناء اللي احنا قلنا بدأ بالنجوم لما احنا دعينا كله كله كان اولهم كان اولهم ساز ميت حد صالح ساز عالي الحجار بس ظروف صفر وقال انا معاكو بس انا مسافر فعنده حفلة عنده شغل معين أساس حلم بكر كله مستاذ مونير كله كؤسس زاني شاكر كل النجوم استجابت واحنا دلوقتي بصدد اعلان موعد وحجز مكان لان النقابة مش هتكفي لما يلقاه عندنا وهنطرح الأمور كلها بس بدأت تدعيات الدعوة هل بدأ اشراكهم في الموضوع بدأت تدعيات الدعوة تظهر ولا منتظرين الاجتماع لا معاد الاجتماع بقى لانه يطرح كله على الترابيس لا انا قصدي انه الاجتماع يبقى فيه قرارات عندهم خلفية كاملة دلوقتي عن كل ما تم يعني بيتم اعلامهم دلوقتي بكل الخلفيات طبعا هم برضو ناس موسيقيين قدام وكبار ومتابعين منقابتهم من اول الاخر يعني متابعين الاحداث جميل طيب مين بيبشر دلوقتي المنصب النقيب هل قلت لي انه مصطفى كاميل استقال ولم تقبل الاستقال هو قدم استقال على الاستقالة والمجل الصدارة لم يقبل استقالة وكان ضغوط على مصطفى ان النقابة دلوقتي ما تتحملش للمنصب بيبقى شاغل وما تتحملش ان احنا هو نضغط عليه من هذا ان هو بيمارس فعليا دلوقتي مهم المنصب احنا حطين لحين حل المشكلة دي معه الدكتور درجة هو قائم بعمال بصفة وكيل اول تمام يعني بيدير النقابة بصفة وكيل اول حتى ما صدرش قائم بعمال لكن الوكيل اول فهو بيدير النقابة انه لحاق التوقعات ده لحين عودت مصطفى كميرا ولا لحين مصطفى لم يذهب عشان يعود لكن مصطفى هو قال انا لغاية هنا يا جماعة ستوب وهدع حكماء المهنة ويجوا كبار المهنة ونعم مجلس حكماء ومش عارف ايه شابه فيها شوي بس مش مطلوب الموضوع ده دلوقتي مش مطلوب دلوقتي لا 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 ما تسيبش المنصب دلوقتي يعني سيب المنصب يعني انت عشان يعني هو يمارس مهم المنصب ولا لا يمارس مهم المنصب ولا هو قرر ان هو يأجل اي قرار لحين لجنة الحكماء هو الفكرة الحكماء بتاعته هو اللي دع عليها ويجيب الناس ويقعدوا واللي هيقولوا لرموز المهنة هيلتزم مصطفى بي طيب مهم جدا نحن نعرف اهم الموضوعات الدعوة القضائية اللي رفعت ضد ايمان البحر درويش وضد مصطفى كاميرا هو انا عايزك بس نخرج الموضوع كصراع بين الطرفين أستاذ ايمان البحر درويش بيصارع من اجل منصب النقيم لا ما بيصارعش مصطفى كامل أستاذ مصطفى كامل ما كانش بيصارع عشان المنصب الدليل نقدم استقالة فور صحب الثقة من ايمان شرعي فخلينا نقول ان يعني بردو أستاذ علي الحجار قال الكلام ده في احد القنوات سي بي سي مثلا ايه يعني انت ايمان بتسارع ليه ايه الموضوع ده منصب خدمي دون اجل الصراع ده كله لغاية هنا وقف ده كان كلام وسط حلم بكر مبارح في الوطن قال كلام برضو من نفس الكلام على اقوى وانت عارف سط حلم يعني ما بسكوتش فقال كلام من هذا القبيل بهجوم داري عليه طبعا مرضود الاستاذ مان كان غريب جدا يعني بدأ يشكك في الناس يتكلم بكلام طب انا شكرا بسأل ايه اهم موضوعات الدعاوة القضائية يعني لو فيه دعاوة قضائية ضد ايمان البحر درويش ومن لقابة فيه حاجات ايه اهم ملامح الموضوعات هو اهم دعوة المجلس المجلس لم يقيم دعاوة قضائية ضد ايمان مجلس ايضارة هو عزل للأستاذ ايمان بحكم صلاحيات والمحكمة قالت عكس الكلام وقالت الجمعية العمية ودعا المجلس الجمعية العمية ده الموضوع بالكامل والجمعية سحبت ولم يتعرض مجلس ايضارة قضائيا للأستاذ ايمان نهائيا الا في شأن واحد اللي هو طبع اصالات الرسم النسبي وتحصيل عمل نقابة في البيت يعني عمل نقابة تاني طبع اصالات لا تاني تاني بالروحة الجزء ايه دي حدك ولا لي بالروحة كده طبع اصالات انت عارف ان النقابة بتعمل عندنا القانون او دخل النقابة كله قائم على ايه على تحصيل نسبة من الفنانين اللي عنده حفلة اللي عنده مفهمت انه غير اللوجو وحاجات كده لا اللوجو ده موضوع عديم اه موضوع عديم لكن هجافي ايه المشكلة القانونية ان انت من اي حق تطبع ده موال عامة الوقت اللي عنده انقابة عندها اصالات مسلسلة بسيري النمبر من هو طبع برر بعد عزله كمان كمان بعد عزله واستخدم الختم القديم اللي كان عنده كنقيب اللي انت بتكلم على اللوجو وكلام ده موضوع اه وبدأ عمل منتوبي بدأ يحصل طيب بأمر مين بدأ يحصل حصل بالفعل حصل اصالات بأمر مين تكلف من مين دون علم النقاب هل 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 بلغ لعلمكم الفلوس قد ايه اه نعم عندنا بعد الاصالات جنة اصالات كتيرة عدت المية وحاجة اصال وطبع تسليمهم عمل ده رقم الاصال ممكن يوصل الاصال واحد عندنا ممكن تحصل بمئة الف جنيه واصال ممكن تحصل بمئة الف جنيه وتفاوت النسب حسب الحفلة انت جايب ريكي مارتن مثلا هتأخذ منه وصل وصل فين اموال العامة امين الصندوق لساس خالد بايومي ومجلس الدرق مع وصفته كامين صندوق هو المسؤول هو المنطب انه يحرص الفلوس دي رقم عمل بلاغ في اموال العامة واصل والبلاغ وصل فين تحقيق في النيابة تحقيق في التحقيق دلوست اتحول من مباحث اموال العامة النيابة اموال العامة ووالد التحقيق ده المحضر الوحيد اللي تم تحريره ضد ايمان البحر ولكن لم تصدر حتى اللحظة احكام لا لا لسه لسه الامر ده خلي بالك ده حصله ده دي الاسالات اللي جات مية وحاجة اصال دلو جمع لا اصلا افاكر ان من فترة طويلة في بداية الازمة كان برضو في مشكلة على الاسالات فانا تخيلت ان المشكلة من ساعتها لا 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 كان موضوع تاني خالص تتكلم عن اللوجو وتغيير اللوجو ورفع قيمة الاسالات هو الاستاذ ايمان ليه خط بينتهجوه هو خط عدائي مع اي حد ما رفض ليه حضرتك تفسير حضرتك اللي موقفه ايه يعني برضو احنا بنتفرج على التليفزيون وانا حتى كرجل اعلامي بتفرج ببقى مش فاهم هي هو الخلاف على ايه وليه الموضوع عمال بيكبر والله انا كان نفسي يعني لما قالوا لي في البرنامج هنا ان الاستاذ ايمان قلتهم هو مش هيجي بس اي كان نفسي يقعد عشان يسألوا ليه انا الشخصية اللي قعد قدامي هسألوا ليه انت حد في فنك حد في حياتك حد فاضي بقى وعمال تجلوا القضاء ده موضوع تاني لكن انت دلوقتي بنيت دفوعك على ان الجمال العومية هي اللي جابتك وليس حب نقص وده الحكم اللي صدر معاق ضدنا ليك ضدنا احنا عملنا ده دعينا جمال العومية جات الجمال العومية اللي اشرف عليها القضاء واعلن النتيجة لجنة قضائية بالكامل يعني نتيجة ما ننجح لفيها قرس القضاء استلم الموضوع هو اللي اعمل طب تفتكر حضرتك ايه السبب في ده يعني ممكن يكون ايه ما عرفش بقى حد فاضي ما اروش حاجة بيجري وراء منصب يعني تعالي بص مصطفى كامل النقيد اول ما سحب السيقة راجل اعلن انسحاب واعلن ان انا خلاص كده عملت اللي عليا واتكلمنا عن انجازات النقابة هنا لما قال النقابة متعطلة احنا اتكلمنا عن حلقة لفاتح طبعا استاذ ايمان البهر ده ليش له وحق الرد طبعا يا ريت كريبة موجود ويرد وانا اسأله ليه سؤال ده سأله الاستاذ حلم بكر ليه استاذ عالي الحجار سأله ليه استاذ متحق صالح سأله ليه جموع المسطفين طب هو رد قال ايه يعني ما بيسأل ليه لو طارق مرتضى قال له ليه هيشكك في طريق مرتضمين لا مغضى نظرا عن التشكيك يعني ايه السبب اللي هو اعلنه او ايه ما فيش بيقولك حقي وكان النقابة ملكية خاصة او ورس او كلام من ده حقك فين جماعة ومية جابتك كان مرسي قال حقي ما احنا قلنا نفس الكلام بتتشدك بالشرعية زيك زي مرسي الشرعية الشرعية مرسي اخره في السجن انتظروا لاحكام الاعدام انت بتشدك ليه شرعية ايه من مجلس النقابة اللي جابك اللي جابك الجماعة ومية واللي شالك جماعة ومية ودفوعك كلها انت شخصك انت نفسك بنيت دفوعك في المحكمة ان الجماعة ومية الجماعة ومية الجماعة ومية جماعة ومية طب الجماعة ومية شرعتك طب بترفع دعوة بتشكيك ليه في جماعة ومية يعني اخر حاجة عملها ايمان رفع دعوة تشكيك في جماعة ومية وطاعن في صحة انعقاد الجماعة ومية طب صحة انعقاد الجماعة ومية لا فعلا. عندما تظهر إلى النتيجة الجمال العمية تعرف أن الإيمان يقوم ضد الوحدة. مع أصابع اليد الوحدة أو اليدين. هم اللي ماشيين وراء. طيب. ما أهم الملفات المطروحة على الجامعة الأممية في الفترة اللي جاية بالنسبة للنقطة الموسيخيين. خصوصاً أن الأوضاع في مصر صبع. نحن عندنا من الأستاذ مصطفى والمجلس. آخر يوم ما أعلن استقالته مصطفى والمجلس رفض. أو المجلس أرجع الموضوع لحين للجنة الحكماء. هو وصى مصطفى أن يرفع المعاشر. وصى مصطفى أن يدع الموضوع لجنة الحكماء ده. أن الرموز المهنة يعودوا ويتطالعوا على كل كبيرة وصغيرة ومشكلة إيمان كامل. ويقول. وبعدين أعلننا أننا ملتزمين. لو قالوا رجعوا إيمان. هنرى الصيغة القانونية من الجامعة الأممية تانية. ونقول لجامعة الأممية لو عايزين إيمان تانية هتوب. لو لجنة الحكماء. كبار الموسيقى والغناء قالوا ده. مفروض أمتى هتكتمع اللجنة الحكماء؟ خلي بالك دول النجوم وكل حد بعنده ارتباطات برا مصر وارتباطات جورة مصر. لكن كده ممكن أن تكتمعوا كمان سنة. لا 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 مين. من قال الكلام ده إحنا. قريبا يعني في خلال أيام. خلال أيام. ويعني أسبوع. أسبوعين بكتير أو إن شاء الله. يعني أستاذ علي حجر قال أنا عندي 48 ساعة في مصر. ومسافر. أنا هنعمل إيه؟ قال إن أنا عقد قبل 48 ساعة. لما تجي تقولي الكلام ده مثلا لإكس من الناس. طب أنا 48 ساعة ده موجود في لبنان. مثلا يعني. فهي مشكلة شوية. ولكن الكل أب ده موافقته ومش موافقة بس. وتحمصه وإن هو عايز يشوف يدير شؤون بيتهم. اللقابة دي بيتهم. فعايز يشوف الموضوع وصل لفين. والأزمة وصلة لفين. والكل عمل تعجب. يعني سأل سؤال. قالوا مش ليه. قالوا في وسائل إعلام. لماذا يا إيمان البحر درويش. هذا الإصرار وهذا التمسك. وهذا السعي وراء المنصب. هو منصب خدمي دون أجر. ليه؟ كل سأل السؤال ده. فاحوى الإجابة تكمن عند إيمان البحر درويش. إيمان هو الوحيد الذي يجاوب. ما حدش يجاوب عنه. طيب. بالنسبة للتوصيات من مصطفى كامل. للجماعية العمومية. إيه اللي بيتم فيها دلوقتي. إيه الموادية اللي بيتم منقشتها في الجماعية العمومية. وهل عدم وجوده بيحول ولا؟ لا. هو الجماعية العمومية بتنعقد مرة حسب ما ندعوها يعني. أو حسب ما عادها السنوي بتنعقد. لكن مش كل حاجة. مجلس الإدارة. نحن لسه منعقدين جماعية العمومية طريقة لصحب الثقة من إيمان البحر. كان أهم الموضوعات غير. لا. كانت جماعية عمومية طريقة لموضوع واحد. الموضوع هذا بالذي؟ صحب الثقة وإبقاءه. يعني توافقوا على إبقاءه. ولو صحب الثقة هم صاحب القرار. هم سيد القرار جماعية العمومية. قالت قرارها وانتهنا من الموضوع بتاع إيمان. دلوقتي المناقشات كلها مجلس إدارة بقى. ما هي إنجازات. ما هي المشروعات. ما هي الخطوات اللي جاية إيه. كل ده دائر جولة. ده بيتم دلوقتي. يعني أن الجماعية بعد كده تجتمع تقر بقى الإجراءات دي. اللي بيتم البحثها دلوقتي. في مجلس الإدارة. لا لا لا. لا يعني أصدق الخدمات النقابية. نعلم بقى للجماعية العمومية. احنا عملنا كذا. أخر حاجة مضىها أستاذ مصنفة كامل. كان العمرة. الأسبوع قبل اللي فات. تمام. مضى العمرة. ووعد بتأشيرة الحج اللي جابها الخمسة عشر تأشيرة الحج اللي جابها. مثلا فاتت بدول فلوس مجانة للمسوقين. وعد إن أنا برضو هجبهم وأنا برضو نقاب. لا يا حميك بتقول إنه في دلوقتي في تحضير للحاجات. ومجلس الإدارة مفروض إنه يجتمع. المشروعات دايرة. مشروعات الإسكان ومشروعات العلاج ومشروعات الخدمة. مش عايزة أقول كلام قلناه قبل كده في نفس حتى البلاد. لا دا مهم نأكد عليه. دا أهم كلام يتأكد عليه. المدينة سكنية يعني على وشك الانتهاء تماما. في ظهر في السنة اللي فاتت اللي قاد فيها المجلس الحالي. المدينة سكنية تم إنجاز أكتر من 80% من المدينة سكنية. وخلي دا اختم لكلامنا يعني. إنه نبقى بس نطمن الناس على مقابل إنه. المدينة سكنية تمام. هم عارفين المسوقين ما بيجوا بيسألوا. عندك مشروع علاج تقريبا خلاص. هنعلن على الشراك فيه. مشروع علاج جبار جدا ممتاز. عندك اللي عمرة هتعلن الحجز فيها. ببلاش خلي بالك. العضو هتكلف عمرة. مصابة كامل طلع حسن الفاتت. والسنة دي بردتها تلاف جنيه. عمرة خمس نجوم خلي بالك. فهنادي خمس نجوم في مكة وفي المدينة. تأشلات الحج ببلاش بتطلعت الحج بتالت تلاف جنيه. قمت الطيارة. واخد بالحارتك. كل ده مشروعات دائرة في النقابة وشغالة. والنادي اسكندرية برضو الارض احنا اخدناها. وبنعمل الاستشاريين عشان يعملوا الشكل بتاع ديزاين ايه. الرسومات. الهندسية. يعني كل حاجة في النقابة ماشية. ما فيهاش مشكلة. طيب وده جميل. نتمنى لكم التوفيق. أستاذ طارق مرتضى الصحفي ومستشار الاعلامي. لنقط المهنة المساعدة. انت رخيلك. مشاهدينا دي كانت نهاية فقرتنا. ونهاية حلقتنا ونهاية يومنا. يا ربي يبقى يومنا سعيد وبقية ايامنا سعيدة. يا ريت بس المشككين في كل شيء في بلدنا. المشككين في الحرب الدائرة على الارض. المشككين في تاريخنا. المشككين يمتنعوني. الشعب المصري عارف كويس قوي هو مين. ومحدش ينسى ان احنا مين. محدش ينسى ان احنا في حرب. لغاية ما نوصل بر الامان. بكرة نشوفكم مع فريق عمل جديد. نهاركم سعيد.